ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن تزاحم البشر على المنفذ رفقه تزايد كبير في عدد القاطرات التجارية القادمة لليمن من السعودية بما فيها تلك الخاصة بالحملات الإغاثية ما أسهم بدوره في زيادة التكدس بالنسبة للعابرين الأفراد سواء على وسائلهم الخاصة أو الحافلات وقد عززت السلطات السعودية القوى العاملة في منفذ الوديعة البري الذي يربطها مع اليمن لمحاولة معالجة حالة التكدس التي يشهدها المنفذ التابع لمحافظة حضرموت وهو الوحيد الذي لا يزال يعمل بين البلدين بعدما لجأ إليه اليمنيون الرغبون في العودة إلى البلدهم أو المغادرون لها من حملية تأشيرات بأنواعها بعد إغلاق المنافذ الثلاثة الأخرى الطوال على البول الخضراء وكانت السلطات السعودية قد انتدبت معظم قوتها العاملة في منفذ الخضراء للعمل في منفذ الوديعة وذلك في محاولة منها لتقليل الساعات التي يحتاجها العابر لتشاوز هذا المنفذ ومن الحدود اليمنية السعودية ننتقل إلى جيبوتي وتحديدا إلى مخيم أبوخ للاجئين اليمنين في الشمال المخيم قيم على عجل بعد تساعي دائرة المواجهات المسلحة في اليمن عدة صور وصلتنا تصف الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون هناك يصف عمر الشيخ مرسل هذه الصور معاناته في المخيم أو المعتقل كما أسماه وأنهم يضيعون كل المسافرين في هذا المخيم حتى وإن كانوا يحملون تذاكر طيران لبلدان أخرى وقد استمرت معاناته الشخصية في هذا المخيم أربعة أيام حيث عانى من حرارة الشمس والنوم فوق الحجارة حسب قوله ولا تزال أزمة شح المياه تشكل هاجسا للمواطن اليمني هذا الفيديو يوضح حجم معاناة اليمنيين في البحث عن الماء وتحديدا في مدرية المنيرة إحدى مدريات محافظة الحديدة غرب اليمن كعبابات 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 نذكركم بأن كل ما وصلنا من صور فيديوهات من زملائني المواطنين الصحفيين تتم مراجعته للتأكد من مصداقية قدر المستطاع ونحن ننتظر مشاركاتكم عبر تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر بوبر الهتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى ترجمة نانسي قنقر